بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي حول عنوان مراجعة شاملة في الأعداد المركبة لباكالوريا 2021 رقم 4 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين جد جد قيم إذن ولننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل نقطة بنقطة إذن نطلق أبنائي في الحل حيث قال نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلوم المتعامد المتجنس OEV النقط ABC لواحقها على الترتيب زاد A يسوي 2 وزاد B يسوي 1 زائد جذر 3E وزاد C يسوي 1 ناقص جذر 3E قال أكتب كل من زاد A زاد B وزاد C على الشكل الأسي إذن نكتب هنا ماذا أبنائي نكتب كتابة زاد A زاد B وزاد C على الشكل الأسي نعلم أن الشكل الأسي لأي عدد هو زاد يسوي أن R في أسية E تيطة حيث R هي الطاولة والتيطة هي العمدة ننطلق الآن في زاد A الزاد A بما أنه عدد حقيقي مجب فإن طاولته هي إثنان وعمدته هي إثنان B أو كذلك صفرة لماذا لاحظوا جيدا لأنها هو العدد الحقيقي المجب إما نقول هو الصفرة أو نقول كذلك إثنان B كلاهما صحي لكن الكتابة لا يمكن أن نكتب هكذا إثنان في أسية E صفرة نكتبها إثنان B حتى تفهموا جيدا نأتي الآن إلى العدد الآخر الذي هو زاد B أولا نقوم بحساب طاولة زاد B زاد B يسوي أنه هكذا الجذر الحقيقي مربع لهذا مربع لهو واحد زائد هذا تخيل مربع لهو جذر ثلاثة مربع لهي ثلاثة ويسوي أنه أربعة وجذر أربعة هو إثنان ثم نقول كوس تيطا B يسوي الحقيقي على الطاولة والسينس كذلك تيطا B يسوي أنه ماذا؟ يسوي أنه جذر ثلاثة على إثنان حيث نقول هكذا حيث أرق قلت أرق زاد B قلنا هو تيطا B نحن نسميناها هكذا ما هي الزاوية التي الكوس لديها نصف والسينس لديها وجذر ثلاثة على إثنان أكيد هي الزاوية P على ثلاثة إذن فإصبحنا زاد B يسوي أنه إثنان في أسية E P على ماذا؟ على ثلاثة نأتي الآن إلى زاد C ركزوا جيدا عندنا زاد C يسوي أنه ماذا؟ يسوي أنه واحد ناقص E جذر ثلاثة الذي هو ماذا؟ الذي هو مرافق الزاد B انظروا المرافق أين هو؟ أن الجزء التخيل يكون معكساني في الإشارة وبما أن هذا ماذا يعني؟ يعني أنه دائما المرافقة الطاولة تبقى محافظة أما الزاوية فتعكس في إشارة وصبحنا ناقص E P على ثلاثة فقط أرجو قد ذهنتم إذن دائما الأعداد المتلافقة في الأعداد مركبة الطاولة تبقى محافظة أما العمد فتتغير في الإشارة فمنه؟ إذن نصبح لنا الأعداد التي طلب مننا ذلك هو أنه زاد A تسوي أنه إثناني في أسية E إثناني P وزاد B يسوي أنه إثناني في أسية E P على الثلاثة وزاد C تسوي أنه إثناني في أسية ناقص E P على ثلاثة لأن الزاد B والزاد C أعداد كيف هي متلافقة فيما بينه إذن نكتب هنا الزاد B كما تلاحظون فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال B قال بين أن النقط A B وسي تنتمي لدائرة يطلب تعيين مركزها ونسقطرها إذن نكتب هنا البرهان أن النقط A B وسي تنتمي إلى نفس الدائرة التي لاحظوا جيدا نقول بما أنه ماذا؟ بما أنه عندنا زاد A طاولة يسوي لنا طاولة زاد B ويسوي لنا طاولة زاد C لماذا؟ لأننا لاحظوا هنا إثنان 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 ويسوي لنا ماذا؟ ويسوي لنا إثنان معنى كالتفسير هندسي ما معنى؟ معنى أنه O A يسوي لنا O B ويسوي لنا O C ويسوي لنا R يوى نسف القطر ويسوي لنا إثنان نقول ومنه النقط A B وسي تنتمي إلى إذا قلت تنتمي إلى الدائرة التي مركزها من هو المركز؟ ها هو المركز اللي هو O O O الذي مركزها O ونصف قطرها R يسوي لنا كم؟ يسوي لنا إثنان كيف ذلك؟ إذن زاد A طاولة يسوي لنا زاد B يسوي لنا زاد C ويسوي لنا إثنان هذا يعني أنه O A يسوي لنا O B ويسوي لنا O C ويسوي لنا نصف القطر الذي هو إثنان فقط أبنى بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الثاني قال أنشئ النقط A B وسي هنا أكيد مع الشرح إذن نكتب هنا إنشاء النقط A B وسي هنا بطرق هندسية أولا عندنا الأ أمرها سهل مباشرة الأ ها هو لاحظوا جيدا إذن الأ إحداثيها هذه الأ إحداثيها أكيد هو إثنان سفر إذن هنا في هذا الموضع نضع النقطة A يبقى لنا النقطة B والنقطة C المشكل فيها في جزء التخيل هو جذر ثلاثة نقول بالاستعانة إذن بالاستعانة بالدائرة التي برهنها سالفا التي مركزها ونصف قطرها الذي قلنا يسألنا إثنان إذن أولا سوف نقوم برسم تلك الدائرة ها هي أمكم الاستعانة بها حتى نفهم جيدا إذن أعيد أبنائي أولا نستعين بالدائرة هاته التي جاوبنا عليها في سؤال سالف والمستقيم لأن الإشكال هنا الآن أصبح لنا في الجزء التخيل هذا ليس في الجزء الحقيقي لأن الجزء الحقيقي هنا سهل لأنه واحد واحد نقول والمستقيم ذو المعادلة إكس يسألنا واحد لماذا أبنائي لأن إكس يسألنا واحد لأن هذه حتى تعلموا هذا يمثل إكس وهذا يمثل إجراج هذا يمثل إكس وهذا يمثل إجراج إذن من هو الذي عندنا سهل؟ هو الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي نقوم برسم المستقيم إكس يسألنا واحد ها هو أمامكم حتى تفهموا إذن هذا إكس يسألنا واحد ثم بعدها هذا مباشرة حتى تفهموا هذه القيمة هي 100 بمئة صحيحة جذر ثلاثة وهذه مباشرة إنها ناقص جذر ثلاثة إذن فهذه القيمة قعيد إنها هذه إنها جذر ثلاثة وهذه إنها ناقص جذر ثلاثة حتى تلاحظوا إذن فأصبحت لنا النقطة أين هي؟ هذه هي النقطة بصحيحة 100 بمئة إذن هندسيا وهذه مرافقتها وهذه النقطة س صحيحة بمئة هنا الحقيقي واحد والتخيل جذر ثلاثة الس الحقيقي واحد والتخيل ناقص جذر ثلاثة هكذا ترسل نقل بالاستعانة بالدائرة التي مركزها وهو نسخ خطرها والمستقيم ذو المعادلة وهذا هو السهل لو كان معكوس معناه جاءتنا مثلا زاد بي تساوينا جذر ثلاثة زائد زائد إي لقلنا رسمنا الجزء الحقيقي التخيل هو الذي يكون سهل لقلنا رسمنا هذا هكذا ثم هذا الذي ينزل هنا يصبح لنا هو الجذر ثلاثة وهذا هو يصبح لنا ناقص جذر ثلاثة في الجزء الحقيقي ليس التخيل حتى تفهموا الفكرة جيدا وقد تحدثنا على هذا سالفا يقول أحدكم وإذا استعملنا القيم مضبوطة قيم تقريبيا لا يا أبناء لما طرح هذا السؤال الذي كان هذا ثم جاء هذا السؤال يريد منكم أن تشرحوا كيفية الإنشاء بالطريقة الهندسية بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر قال ثم معين نوع الربعي O B A C إذا نأتي الآن إلى إظهار ذلك الربعي O B A C هذا هو الربعي الذي يطلب مننا طبيعته إذا نكتب هنا تعيين طبيعة الربعي الذي اسمه O B A C بهذا الترتيب هو يظهر يا أبناء أنه ماذا الكل يلاحظه أنه عبارة عن معين لكن كيف نثبت ذلك لاحظوا نأتي الآن إلى حساب لاحقة هذا الشعاع هذا الشعاع وهذا الشعاع أولا سوف نجدهم متسويا مما يعطينا أن الربعي أولا فهو متوزئ أضلاق ثم نأتي إلى حالة الخاصة نقوم بحساب زاد ماذا زاد O B يعني لاحقة شعاع O B هكذا تساوينا ماذا تساوينا زاد B ناقص زاد O ويساوي الزاد B هي واحد زائد E جدر ثلاثة ناقص زاد التي هي صفرة وتساوينا واحد زائد E جدر ثلاثة ثم نأتي الآن إلى اللاحقة الثانية اللي هي لاحقة هذا الشعاع اللي هو A C A إذن C A إذن C A هكذا والتي تساوينا زاد A ناقص زاد C ويساوي الزاد A هي إثنان ناقص الزاد C اللي هي هذه وندخل عليها ناقص بإحنا ناقص واحد زائد E الجدر ثلاثة وتساوينا واحد زائد E الجدر ثلاثة معناها أنه زاد O O B لاحقة شعاع O B تساوينا زاد C A بهذا الترتيب أي أ أي عافون أي أي الرباعي هذا الجزء الأول أي الرباعي O B A C كيف هو متوازي الض لع إذن هذا الجزء الأول لكن هو يظهر هنا ما زال أنه يظهر وماذا يظهر أنه معين لكن لكن عندنا أنه O B يساوينا إذن هذا الطول يساوينا O C من الأول الذي برهن اللي هو O C لاحظوا جيدا أين هذا الكلام ها هو ذلك الكلام ها هو إذن تخيلوا الآن متوازي أضلاع فيه ذي العاني متجاوران متقيسان هذا وهذا هذا الأمر أول هل هذا كافي يعني يمكن أن يكون مربع لماذا أبني لأن هنا هل يوجد 90 درجة لا لأن كل متوازي أضلاع فيه ذي العاني متجاوران متتالي أو متجاوران متقيسان فهو إما مربع أو تبقى لنا الآن نلاحظ هل هذه 90 درجة أم لا ركزوا جيدا حتى تتعلموا للإجابة الكاملة الآن الآن يمكن حتى نعرف هل هو الآن هو معين أو مربع نقوم بحساب الأقطار الأقطار هذا وهذا نأتي الآن إلى أولا إلى أو آ لهذا البعد من هنا إلى هنا عندنا قد حسبة هو إثنان هذا كذلك هو إثنان من سؤال دائرة ثم نأتي الآن إلى ب س يساوينا ماذا يساوينا ز هكذا يساوينا ز س ناقص ز ب يعني هل أقطاره متساوية أم لا لاحظوا جيدا يساوينا الز س هي واحد ناقص جدر ثلاثة جدر ثلاثة ناقص ز بله هو واحد ناقص جدر ثلاثة فهذا مع هذا يذهب سبحانا تساوينا ناقص إثنان جدر ثلاثة وهذا بما أنه تخيل صرف إن طولته هي إثنان جدر ثلاثة فإن ماذا فإن أو آ لا يساوي لنا ب س يعني قطره هذا القطر وهذا القطر متناصف لكن ليست متقيسة إذن فماذا يعني قطره غير متقيس المربع هو الذي فيه ذلك نقول ومنه الرباعي الرباعي أو ب آ س ما هو إذن مو حيا أرجو قد فهمتم لماذا إذن في الأول أثبتنا هذه القاعدة مما أعطلنا أنه متوازي أضلاق ثم عندنا فيه ذلعان متجوران متقيسة لكن ننفي على أنهما متعمدا كيف ننفي أن قطره ها هما القطران إنها ليس متقيسة لأن المربع في هذا القطر وهذا القطر كيف تكون يكون القطر هذا مع القطر هذا يكون متقيسة وفيه ذلعان متجورا متقيسا مما يعطينا المربع الآن نفينا ذلك مما بقي لنا أنه معين فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثالثة قال نسمي غاما مجموعة النقط أمنى المستويذات اللاحقة زاد حيث الطاولة زاد تسعين الطاولة زاد ناقص 2 قال بيّن أن المجموعة غاما هي مستقيم يطبع تعيين معادلة ديكارتية له إذن نكتب هنا البرهان أنها المجموعة مجموعة نقاط هذه غاما هي مستقيم إذن لاحظوا جيدا إذن نأتي الآن للتفسير هذا الكلام إذن عندنا زاد طاولة زاد تسعين طاولة زاد ناقص 2 لكن هذه من هي عندنا نحن نملك أنها ماذا أن زاد أ تسعين كم؟ 2 وكذلك أن زاد أو نعرفها زاد أو نعرفها أنها صفر فهذا ماذا يعني أن زاد ناقص زاد أو يسعين ماذا يسعين زاد ناقص زاد عفوا يسعين زاد ناقص زاد أ ما هو التفسير الهندسي لهذا الكلام هو أن الطول أو أم يسعين طول أم وهذا ماذا يعني لاحظوا الطول أو أو أم يسينا أما أراه إلا أنه هو محور هذه القطعة لحظتم إذا نجموعة أن قد تكون محور هذه القطعة من هي القطعة القطعة اللي هي أو أ حيث النقطة آم حتى تفهموا جيدا لهذا الكلام لو أتينا بنقطة آم هكذا ولحظتم أنها تتحرك سوف تلاحظوا أنها تبقى المسافة محافظة تخيلوا لو كانت هنا هذه النقطة آم ألا تلاحظون أن هذا البعد وهذا البعد تبقى متساوية نعم تخيلوا لو كانت النقطة آم كلها على هذا المحور كلية هل تبقى محافظة نعم لأن هذا البعد وهذا البعد يبقى محافظ تخيلوا الآن لو جاءت عفوا لو جاءتنا هذه النقطة في هذا الموضع وهذا الموضع تبقى دائما محافظة إذن فنقول ومنه لاحظوا ومنه ركز جيدا ومن هو مجموعة النقط هذه جامعة مجموعة النقط من المستوي هي ماذا هي محور القطعة من هي القطعة المستقيمة لماذا أبني لأن تلك النقطة أهم يجب أن تكون تنتمي إلى هذا الآن ما هو المحور في اللغة العربية المحور هو مستقيم يعني هنا يمكن أن نضيف هي محور أي إذا أضفنا هنا محور محور المحور معناه لي هو المستقيم لو وضعناه هنا بين قوسين نحور القطعة المستقيمة يعني هنا هذا عبارة عن مستقيم الآن يريد مننا ماذا يريد مننا إيجاد معادلة له هنا يمكن أبنائي أن نعوذ في هذا المكان ونكمل المسار لإظهار معادلة يعني نعوذ بالإحداثية فقط دقيق وأرجوكم فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا O M اللي هي ماذا اللي هي X ناقص صفرة هكذا مربع زائد Y ناقص صفرة الكل مربع تحت الجذر يعني هذا الطول نأتي كذلك إلى يساوي يساوينا هكذا الطول O M النهاية ناقص البداية اللي هي X ناقص 2 الكل مربع زائد Y ناقص صفرة الكل مربع حيث عندنا حيث ماذا حيث ماذا M إحداثيها X و Y اللي هي صورة النقص Z ركزوا أرجوكم لم أفعل شيء حولت هذه M بX و Y وهذه 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 بX و Y بعدها ماذا ينتج؟ أنه عبارة عن أطوال ما علينا إلا أن نربع الطرفين نقول نربع الطرفين فنجد فماذا نجد؟ لما نربع الطرفين أكيد هذا الجذر وهذا الجذر سوف يذهباني مباشرة فماذا ينتج؟ تبقى لنا X ناقص صفر مربع وهي X مربع ثم هذا مربع لهو الصفر يذهب مباشرة لأنه تصبح لنا زائد Y مربع يساوي تعالوا ننشر هذه ماذا تساوينا؟ الجذر ذهب بعد التربية انتهى القضية تصبح لنا X مربع زائد 4 ناقص ضعف الجداء وهو ناقص 4X ثم عندنا هذا مربع لهو زائد Y مربع لم أفعل شيء أبنائي إنما هذا لما نربع مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء أما هذا Y ناقص صفر ما هو؟ هو Y الكل مربع فبعدها ماذا ينتج؟ يذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا كليا سوف يذهبان ماذا تبقى؟ تبقى لنا 4 ناقص 4X يساوينا كم؟ يساوينا الصفر ننقل 1 إلى هذا إلى هذا الطرف ناقص 4X يساوينا ناقص 4X يساوينا ناقص 4 على ناقص 4 معناه X يساوينا واحد معادلة محور القطعة من هي القطعة؟ اللي هي O A وتعالوا تلاحظوه بأم أعينكم هل هو يمر على هذا الكلام؟ نعم ها هو ذلك حيث هو ها هو أم أعينكم الذي قمنا بالاستعانة بالرسم به لاحظتم؟ أليس هذا مستقيم عامودي معادلته X يساوينا واحد؟ نعم ذلك هي ذلك معادلته التي قمنا بالاستعانة في الرسم به ها هي ها هي انظروا لاحظتم؟ أليس هو هذا مستقيم X يساوينا واحد؟ إذن هكذا قلنا X يساوي لنا واحد بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى السؤال الرابع قال حل في C المعادلة ذات المجهول زاد حيث زاد مربع ناقص 2 زاد زايد 4 يساوينا صفر ما شرطت تسمية الحلوق أن يسمي زاد صفر الحل الذي جزءه التخيلي موجب وزاد واحد الجزء الحل آخر إذن نكتب هنا حل المجموعة C المعادلة التالية التي هي زاد مربع ناقص 2 زاد زايد 4 يساوي لنا الصفر لما أنها معادلة من الدرجة الثانية هنا المميز هو من يتكلم هو B مربع ناقص 4 في A في C ويساوي لنا 4 ناقص 4 في 1 في 4 وتساوي لنا 4 ناقص 16 وتساوي لنا ناقص 12 وتساوي لنا 12 مربع لأن الناقص في العدل المركبة هو ناقص 1 يساوي لنا جذر 4 في 3 في A مربع هذا يخرج لنا بإثنان وهذا يخرج لنا بإي فتصبح لنا ماذا إثنان إي جذر ثلاثة تصبح لنا زاد صفر يساوي هكذا ناقص B زائد جذر دالتا على إثنان أ هو من شرط لنا أن الجزء التخيل يكون مجب فيصبح لنا ناقص B لاحظوا بها هو ناقص 2 ثم ناقص بحنا إثنان زائد إثنان إي جذر ثلاثة على إثنان فيذهب هذا مع هذا مع هذا فيصبح لنا زاد صفر يساوي لنا ماذا؟ واحد زائد إي جذر ثلاثة وزاد واحد هو مرافق له هو واحد ناقص إي جذر ثلاثة ثم نكتب الحلول نكتب S جذر ثلاثة نكتب S يساوي لنا زاد واحد زاد صفر وزاد واحد إذن واحد ناقص زائد إي جذر ثلاثة والآخر هو واحد ناقص إي جذر ثلاثة فقط أبنائي ها قد الآن أجبنا على هذا السؤال بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الخامس لكن نحتفظ بهذه اركزوه هنا جيدا ماذا قال؟ قلبي أن إذن نكتب هنا البرهان أو التبيان أن زاد صفر إذن نقلنا زاد صفر على اثنان الكل إذن هنا زاد صفر الكل قوة ألفين وسبعة ألفين وسبعة عشر زاد زاد واحد على اثنان الكل قوة ألف وتسعمائة عفوا وثلاثة وتسعون يساوي لنا كم؟ يساوي لنا واحد إذن سوف نوضح هنا نكتب زاد صفر بقيمة واضحة إذن زاد صفر هكذا تعال نقول نلاحظ الأول الذي عندنا هو عندنا ملاحظة نلاحظ أن زاد صفر هو نفسه زاد ب لأن يساوي لنا واحد زائد اي جيدا ثلاثة أليس أركزوا جيدا أعد الفيديو أليس هذه القيمة لزاد بي؟ نعم وماذا؟ وزاد واحد إذن حيث و أعفوا وزاد واحد هو نفسه زاد سي الذي يساوي لنا واحد ناقص اي جيدا ثلاثة من المعطيات ومنه ماذا ينتج؟ أركزوا أرجوكم نقطة حتى نتعلم ومنه ينتج لنا هذا الأمر إذن نكتب هنا نلاحظ هنا بعيد نلاحظ أن إذن هذه ماذا تعطينا؟ ألم تعطينا إثنان في أسية EP على ثلاثة نعم وكذلك الزاد سي ما هو هو إثنان في أسية ناقص EP على ثلاثة تعال تعال الآن نطبق دستور موافر فصبح لنا هكذا ركزوا نقطة نقطة أبناء حتى تتعلموا تصبح لنا زاد صفرة على إثنان ماذا يساوي؟ يساوي إثنان في أسية EP على ثلاثة الكل على إثنان إذا وضعنا هنا قوة ألفين وسبعة عشر نضع هنا قوة ألفين وسبعة عشر ماذا ينتج؟ أنه الإثنان يتذهب مع الإثنان فصبح لنا ماذا؟ صبح لنا أسية EP على ثلاثة الكل قوة ألفين وسبعة عشر نطبق دستور موافر الذي يقول تلك القوة تنزيل إلى هنا صبح لنا كوس ركزوا جيدا كوس ألفين وسبعة عشر بي على ثلاثة زائد E في سينيس ألفين وسبعة عشر بي على ثلاثة طبقت عليها الدستور وغ الذي يقول القوة هذه تدمج إلى هنا في القوة وصبحنا كوس يعني نكتبه الآن إلى الشكل المثلاثي لاحظوا وانتبهوا نقطة نقطة أبني إذن نعمل هذا ثم هذا ثم نجبه بينهم سوف نجد إن شاء الله واحد إذن نكمل الآن تصبحنا ماذا تصبحنا تساوي نأتي الآن إلى الفين وسبعة عشر لو نقوم بقسمة الفين وسبعة عشر على ثلاثة لا نجد النتيجة ستمائة واثنان وسبعون والباقي هو واحد قموا بالآل حسيبة سوف تجدون ستمائة واثنان وسبعون فاصل خذوا رقمين والفاصيل أضربوهم في الثلاثة سوف تجدون الباقي واحد ما معنى معنى أنه الفين وسبعة عشر تساوينا ثلاثة في ستمائة واثنان وسبعون زائد واحد هذا نطبقه الآن هنا داخل الكوس والسينوس فتصبح لنا إذن هذا كفاصل هكذا تصبح لنا كوس ماذا ثلاثة في ستمائة واثنان وسبعون هكذا زائد واحد هذا كليا ضرب بي على ثلاثة زائد في سينوس نفس الشيء ثلاثة في ستمائة واثنان وسبعون زائد واحد الكل هكذا في بي على ثلاثة لاحظوا حتى تفهموا ها هو القوس الكبير حتى تفهموا النقطة الكبيرة إذن هكذا لاحظوا ها هو القوس الكبير وها هو القوس الكبير وعندنا أقواس بالداخل صغيرة هكذا قاعدة تقول ننشر هذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان وننشر هذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان دقيقوا أبنائي نقطة نقطة ثم نعود إلى زاد واحد معناها دستور موفر تصبحنا تساوي كوس ثلاثة في ستمائة واثنان وسبعون في بي على ثلاثة زائد ننشر هذا في هذا تصبحنا بي على ثلاثة ثم نفس الشيء مع السينس إي في سينس ثلاثة في ستمائة واثنان وسبعون في بي على ثلاثة زائد ننشر هذا في هذا تصبحنا بي على ثلاثة هكذا فماذا يحدث أنه هذا وهذا قد ذهب وهذا وهذا قد ذهب ماذا بقيت لنا بقيت لنا كوس ستمائة واثنان وسبعون بي زائد بي على ثلاثة زائد إي في سينس ستمائة واثنان وسبعون بي زائد P على ثلاثة لكن بما أن هذا العدد هو عدد زوجي فإن في الكوس يذهب إلى الصفر يعني لا نحتاجه لأن نصفه يمثل عدد دورات وهذا كذلك يذهب إلى الصفر لكن هنا بالداخل إذا كان فرض يعني 673 ماذا نكتب؟ نكتب 672 نتركها يعني نسمح فيها ونبقي لعنا P ركزوا نعطيت لنا 673 P وهكذا على ثلاثة حتى تفهم P أفوا هكذا فماذا نكتب؟ نكتب هي 672 P زائد P بما أن هذا عدد زوجي فيمثل عدد من الدورات فنتركه يذهب فنحتفظ بالP فقط لحظتم يعني حتى تفهموا الفكرة العامة الآن بما أن هذا العدد هو عدد زوجي فنصفه يمثل عدد من الدورات فلا نحتاجه فماذا يبقي لنا؟ يبقي لنا كوس P على ثلاثة زائد E في سنس P على ثلاثة لكن كوس P على ثلاثة عندنا هو نصف والسنس هو E في جدر ثلاثة على اثنان هذا فيما يخص وثلاثة 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 بنفس الخطة دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة ابنائي حتى نتعلم نأتي الآن إلى زاد واحد على اثنان الكل قوة ألف ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون نطبق عليه نفس الخواص تصبح لنا مباشرة وهي إثنان في أسية ناقص E P على ثلاثة على اثنان الكل و ألف وتسعمائة واثنان وثلاثة وتسعون نعتذر وثلاثة وتسعون أكيد يذهب هذا مع هذا ونطبق دستور مباشرة تصبح لنا كوس ناقص ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون P على ثلاثة زائد E في سينس ناقص ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعمائة بي على ثلاثة لم أفعل شيء حتى يقول أحدكم ماذا تفعل لكن نحن عندنا الكوس دلة ما هي نعمل ثم إذن عندنا الكوس دلة زوجية معناه كوس ناقص تيطا عفوا كوس ناقص تيطا يسوينا كوس تيطا وعندنا السينيس ناقص تيطا يسوينا ناقص سينيس تيطا لأنها دلة فرضية هذه سوف نستغل هذه الملاحظة مما يعطينا ماذا رحضوا جيدا نقطة نقطة أبني ولا نتعجل إذن فماذا ينتج لنا فتصبح لنا كوس ماذا كوس الف وتسعمائة وثلاثة وتسعونة بي على ثلاثة عفوا قلت على على ثلاثة زائد تصبح لنا ناقص لأن هذا الناقص يخرج إلى هنا بماذا بهذه الخاصية ناقص سينيس ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون بي على ثلاثة نأتي الآن كذلك إلى ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون تقسيم ثلاثة نجد ستمائة وأربعة وستون والباقي لنا واحد فتصبح لنا معناه ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون تساوي لنا ثلاثة في ستمائة وأربعة وتسعون ستون زائد واحد ذلك نعوضه في هذه الأماكن لاحظوا نجعل هكذا الفاصل يصبح لنا ماذا تصبح لنا تساوي ماذا تساوي لنا تساوي لنا كوس مثل ما فعلنا في الأول تصبح لنا كوس ثلاثة في ستمائة وأربعة وستون في بي على ثلاثة عفوا زائد واحد نعتذر زائد واحد هكذا في بي على ثلاثة ناقص سينس نفس الشيء سينس ثلاثة في ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون زائد واحد في بي على ثلاثة هكذا نكمل الآن رويدا رويدا مثل ما فعلنا في الأول وننشر ثم نجمع كل واحد على حداء فصبح لنا تساوي إذن بعدما ننشر هذا صبح لنا كوس ثلاثة في ستمائة وأربعة وستون في بي على ثلاثة زائد ماذا بي كو زائد بي على ثلاثة فماذا ينتج أكيد سوف يذهب هذا مع هذا ويذهب هذا مع هذا تبقى لنا الآن هذا العدد ما هو هو عدد زوجي وهذا العدد هو عدد زوجي معناه نس وهو يمثل عدد من الدورات فنتركه مباشرة سوف يذهب إلى الصف لأنه نصفه يمثل عدد من الدورات لأنه عدد زوجي فتبقى لنا كوس بي على ثلاثة ناقص اي عفوا هنا لا ننسى الاي أعذروني ناقص وهنا كذلك أعذروني إن نسيت هذا الاي أرجوكم لأن هنا كذلك اي سبحانا ناقص اي في سنس بي على ثلاثة الكوس بي على ثلاثة هو واحد على اثنان والسنس بي على ثلاثة هو جذر ثلاثة على اثنان مع الناقص هذا تبعنا نناقص اي جذر ثلاثة على اثنان الآن نأتي بكل واحد على حدا ونعوض لنجمع لنجد الواحد إذن تصبحانا هكذا لاحظوا نقطة نقطة حتى نتعلم إذن فوجدنا أنه زاد صفرة على اثنان قوة الفين وسبعة عشر زائد زاد واحد على اثنين قوة الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون يسوي الاول وجدنا واحد على اثنان زائد اي جذر ثلاثة على اثنان والثاني وجدنا واحد على اثنان ناقص اي جذر ثلاثة على اثنان أولا عندنا هذا وهذا سوف يذهب تبقى نصف زائد نصف وهي واحد على اثنان زائد واحد على اثنان زائد واحد على اثنان التي هي واحد نقول ومنه فقط ها هو الإجابة قد ظهرت هي بنفسها فقط قال اوجد واحد فقد وجد الواحد بعدما وجدنا هذا السؤال وأجبنا عليه نأتي الان الى ب قال عين قيم العدد الطبيعي ان حتى يكون زاد صفر قوة ان عدد حقيقي سالب اذا نكتب هنا تعيين قيم العدد الطبيعي الذي اسمه ان حيث حتى يكون ماذا يكون زاد صفر الكل قوة ان ينتمي الى ار ماذا الى ار ناقص معنا سالب حتى نفهم جيدا اذا اولا عندنا ماذا عندنا زاد صفر قلنا ماذا يساوي الذي يساوينا قلنا زاد ماذا يساوينا زاد بي الذي يساوينا اثنان في اسية اي بي على ثلاثة هكذا الآن اذا وضعنا هنا قوة ان فنضع هنا قوة ان ونضع هنا قوة ان وتساوي حسب دستور ماذا تساوينا اثنان اسان في كوس ان بي على ثلاثة لان قلنا هذه القوة توزع على هذا وتوزع هنا فتصبح لنا زاد اي في سينس دستور ماذا في سينس ان بي على ثلاثة هكذا لاحظوا هذا من هو هو زاد صفر الكل قوة ان الآن متى يكون هذا العدد زاد صفر قوة ان حقيقي سالب اكيد نقول يكون زاد صفر الكل قوة ان ينتمي الى ار ناقص اذا كان جزءه التخيلي هذا الجزء ركزوا جيدا هذا الجزء التخيلي معدوم وهذا الجزء سالب اذا هنا شرطة معنى الشرط الاول انه كوس سينس ان بي على ثلاثة يكون سالب اذا هذا يجب ان يكون سالب الحقيقي سالب والتخيل يجب ان يكون معدوم اما هذه اثنان قوة ان هذا مستحيل قيمة مجابة اي عدد مع القوة يبقى دائما مجابة وعندنا كذلك سينس ان بي على ثلاثة يساوي لنا الصفر مع ان اثنان قوة ان قلنا قيمة مجابة هذه الطاولة قيمة مجابة الان لاحظوا وانتبه متى يتحق لنا هذا الامر نحن نعلم لو جئنا الى الدائرة المثلاثية ها هي الدائرة المثلاثية هذاتين وقلنا ها هم المحور اكس والمحور ايقلق اذا عندنا السينس اين ينعدم هذا المكان هذا نرمز له بي اثنان كابي هذا الجزء الموجب الجزء السالب نرمز له بي اثنان كابي زائد بي او بي زائد اثنان كابي اذا هذا الجزء السالب اذا يكون العدد سالب اذا كانت الزاوية او العمدم هي بي زائد اثنان كابي موجب معناه اثنان كابي اما اذا كان تخيولي فتخيولي موجب فنقول بي على اثنان نضيف إذا قلنا هنا مجب معناه P على 2 زائد 2 كابي إذا كانت تخيليا سالبا هكذا هنا نقول P على 2 زائد 2 كابي زائد P لاحظوا جيدا وانتبهوا هكذا دائما إذن في هذا المكان نقول 2 كابي وهنا نقول P زائد 2 كابي نحن الذي يهمنا هو حقيقي سالب أركزوا جيدا بعدها ماذا ينتج معناه يجب علينا أن يكون حقيقي سالب معناه هذا السينس السينس أين ينعدم أبنائي السينس ينعدم على محور فواصل قلت وأعيد السينس ينعدم على هذا المحور لكن حتى يكون حقيقي سالب يجب أن نحترم أنه يجب أن يأخذ هذه الجهة فقط لأن قال حقيقي ثم أضف السالب يعني نأخذ هذا الجزء معناه أنه تكون كوس قلت كوس أم بي على ثلاثة يكون أقل من الصفر وأم بي على ثلاثة يساوينا ماذا؟ يساوينا بي زائد 2 كابي مع الكا يجب أن يكون عدد صح عدد ليس صحيح إنما عدد طبيعي لأنه حتى تبقى القيم طبيعي حتى تفهم جيد لاحظتم؟ إذن يجب علينا أعيد يجب حتى يكون حقيقي سالب يجب أن يكون أم بي على ثلاثة هذه القيمة تساوينا بي على إثنان زائد بي أو بي زائد إثنان كابي أو لو قال حقيقيا موجبا لقلنا هذه الزاوية اللي هي أم بي على ثلاثة ما أجعله تساوينا إثنان كابي لاحظتم؟ حتى تفهموا جيدا الآن ماذا ينتج؟ البي يذهب من هنا ومير هنا ومن هنا فتصبح لنا أم يساوينا واحد زائد إثنان كابي أم على ثلاثة عفوا أم على ثلاثة نستعمل الآن جداء الطرفين وجداء الوساطين فتصبح لنا أم يساوي الآن هذا يضربوا في هذه وانشروهم ماذا تصبح؟ تصبح لنا ثلاثة زائد ستة كاب حيث كاب ينتمي إلى الأعداد الطبيعية ليس إلى الأعداد الصحية في هذه الحالة ها هي قيم آن الطبيعية التي تجعل العدد ماذا؟ العدد حقيقي لكن سالب ويمكن لنا أن نتحقق من ذلك تابعوا جيدا إذن لاحظوا لو أعطينا الآن الكا نعطي له صفر إذن لو نعطي هذا الكا صفر معنا هذا يصبح لنا ستة في صفر تصبح لنا آن كم يساوي؟ آن يساوينا ثلاثة تعالوا نعوذ تصبح لنا ثلاثة في كوس أركزوا جيدا نعوذ قلت الآن بما يساوي هو الثلاثة ونعوذ هنا بثلاثة ونعوذ هنا بثلاثة فماذا تصبح؟ تصبح لنا ثلاثة بي على ثلاثة زائد إي في سينس ثلاثة بي على ثلاثة ويساوي الآن عندنا هذا إذن مع هذا وهذا مع هذا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ثمانية اللي هي إثنان وثلاثة في كوس بي هو ناقص واحد وفي السينيس السينيس البيل تبقى لأن السينيس بي كم يسعينا الصفة أليس هذا هي ناقص ناقص ثمانية لأن هذه تعطينا ثمانية والناقص نعم يعني النتائج هذه التي وجدناها هي نتائج صحيحة مئة بالمئة فقط إذن هذه هي قيم آن إذن نقول هكذا قيم آن نقول ومنه ومنه قيم آن حتى يكون زاد صفر قوة آن ينتمي إلى آر ناقص هي آن يسعينا ثلاثة زائد ستة كا ستة كا مع آن عفوا مع كا ينتمي إلى الأداد الطبيعية وقد جعلنا هنا التحقق حتى تفهموا أن النتائج المحصل عليها صحيحة مئة بالمئة وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والطرح على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمار والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر